الطلبة اللي موجودين في الجامعات دي دلوقتي اللي انا بكلمك عليهم وبالذات بقى ايه الجامعات اللي بتدارس تكنولوجيا ومش عايف ايه وحاجات زي كده طلبة مخهنة ورقاوية طيب في اطار مسألة دعم الرئيس بقى لهذا الجيل لهذا الجيل لازم نبقى نشوف يا طرق احنا كمان هنقدر نقدم ايه انا عجبني جدا انه الشركة المتحدة قالت طيب بصوا جماعة احنا هنعمل برنامج اسمه جينيريشن زي طيب يا جماعة هتعملوا ايه لهذا يعني البرنامج ده هيبقى عبارة عن ايه لك احنا هنقدم مجموعة من الجواز تصل لخمسين مليون جنيه مصري لإيه البحث العلمي وريادة الاعمال طيب مين اللي هيلطحق او مين اللي هيقدم يعني الطلبة الطلبة اي بحث علمي في الدنيا اي بحث علمي في الدنيا اي ابتكار اي بزنس جديد محتاج ايه محتاج الدعم اللي هو بتاع الطرفين يعني ايه الدعم الطرفي يعني انه سيادتك ان انا ابقى شايف ان انا الدولة وقفة جنبي ابقى شايف ان فيه مؤسسات وقفة معي ابقى شايف انه فيه شركات بتدعمني مؤمنة بيه مهتمة بفكرة البحث العلمي ما هو لو انه دولة مش مهتمة بالبحث العلمي انت متصور انه ابناء هذه الدولة يعني الاجيال الجديدة هم كمان هيهتموا دي يقولك يا عم ولا فيها اي لازمة والبلد دي ما فيش بقى فيها فرصة ان احنا لا نبحث ولا نبتكر ولا نتعلم وحاجات زي كده طب احنا نخب بعضنا بقى ونطلع نسفر بره ونهاجر ونعيش لكن الوضع الحالي ما بقاش كده ليه اولا لقوا انه فيه كليات وجامعات اصبحت مهتمة جدا بالكلام ده اصبحت بعض الكليات وجامعات على بعضها زي ما كنا بقول كده او زي ما كان بيقول في خمط الرئيس الجامعات التكنولوجية جامعات على بعضها هي مهتمة بهذه الانواع من العلوم لما تيجي الشركة المتحدة بقى وتقول ايه تقولك لا تعالى ده انا كمان هشجعك طب هتشجعني ازاي اقولك لا ده احنا هنعمل برنامج مهم جدا وهندي جوائز وهيبقى فيه مسابقات وهيبقى فيه يعني تنافس شديد جدا لاصحاب الابتكارات والاختراعات واصحاب ريادة الاعمال من الطلاب ده عايز الطالب ده يعمل ايه ده هيبقى يعني بقى ده وسنانه بكل ما اوتي من مخ وعقل وابتكار ومخزون علمي ومنتج فكري هيطلع كل حاجة علشان يقدر انه واحد يحصل على التقدير القصة مش بس في الفلوس يحصل على التقدير فياخد مثلا المركز الاول ولا الميدالية الزهبية ولا جايزة افضل مش عارف كذا ده طبيعي المنافسة البني ادم ربنا خلقه مكتشف ربنا خلق البني ادم فضولي يشوف حاجة كده بتلمع في السماء وبعد يبس بس 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 تروح ضربه في شجرة فالشجرة تطلع شيء ماه ساخن جدا لهب مؤذي بس البني ادم يعود يتفرج لا يروح يجرب ها فضولي حط ايده اه يخبره بيض ينفعش يروح جاي بحطة خشبة تانية من فرع جاف من شجرة اخرى ولا من على الارض كان فرع متساقط ويبدأ ياخد الشعلة دي فيكتشف النار فتتحول هذه النار بسبب فضول البني ادم الى واحدة من اهم الامور التي ساعدته على الابتكار وتقدم البشرية فازاب المعادن بقى وبتاعه مش عاد فيش جايزة خد بالك فيش فلوس بل من ادم البداي الفضول وبعدين يبدأ يتنافس فعشان كده كنت تلاقي في الحضرات القديمة تتنافس طول الوقت فيه منافسة البني ادم ربنا خلقه كده ينافس نفسه لو ملاقاش منافسة غيار بس فيه غيرة حميدة ده اللي بتعمله بقى هنا الشركة المتحدة ده بتعمل ايه الغيرة الحميدة يلا ورونا الشطارة انتوا صح بس احنا مش غلط ده الشعار بالمناسبة بتاع النسخة الاولى من جينريشن زي انتوا صح بس احنا مش غلط هنشتغل بقى وهنبتكر وهنشغل مخنة وهنحصل على اعلى التقديرات والمراتب وكمان هنحصل على الجوائز المالية يعني ميت فل ده ياخد البلد وينط بيها الادام جيل جديد يقود هذا الوطن كل الاجيال اللي موجودة دلوقتي واللي سبقتها كل جيل عمل اللي عليه فيش جيل ما عملش حاجة ترجمة نانسي قنقر